احكي لك على واحد ثالث كان ميت الروح. يعني ايه ميت الروح؟ ميت الروح زي ما قلت لك في الاول عندي عليك ان لك اسم فعلا كان اسم مشهور جدا وانك حي فعلا حي بيروح شغله كل يوم. ولكن انت في نظري ميت. مين ده؟ كان شخص قصير القامة زكا. زكا كان بيشتغل عشار. عشار يعني يجمع العشور من الناس. الضرائب. وكان ظالما كانش فيه قانون زمان لموضوع الضرائب. فكان كل واحد عشار عليه ياخد من الناس عشان يقدي ويقدم للسلطة الحاكمة اللي هو السلطة الرومانية. فبيظلم الناس. والناس قدامه ما بيحبهوش. وشخص ظالم. لكن طول ما هو بيجمع العملة من الناس. طبعا العملة زمان كانت معدنية. كانش فيه عمل عملات ورقية. فعملة دوشة. وكان يرصها قدامه كده بحسب حجمها وقطرها. يسمع الناس بتتكلم عن شخص المسيح. طيب انا زكى. انا مبسوط بفلوسي. وساعدتي في المال اللي قدامي. ومش شايف غير هذا المال. ولا افكر في حاجة في الحياة. وكل يوم اجي علشان الفلوس. واجي في اخر اليوم اعد اللي خدته قد ايه. واللي ويايا قد ايه. واللي هسلمه قد ايه. وهطلع ربحان قد ايه. مالوش حاجة تانية. عندي عليك. لك اسم زكى العشار. وانك حي بيشتغل كل يوم. لكن انت ميت. 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 طيب. سمع عن اسم المسيح اللي كل الناس قدامه بتتكلم عليه. على معجزاته. على اقواله. على مقابلاته. على لطفه. على محبته. على توضعه. اراد ان يرى المسيح. بس هيروح بقى ازاي. واحد اصير. وعايز يعني البريستيج بتاعه لازم يحافظ عليه. فحبي يروح يرى المسيح. هتشوف المسيح ازاي. قال عندي فكرة رطيفة كده. انا عارف انه بيتحرك في شوارع ارشاليم. انه هروح استخبه في شجرة. قبل ما يجي حركته مع الجموع اللي مشيه وياه. مجرد القي نظرة عليه تاخد ديئة او سنيتين. وخلاص. هو معدي. وتحدث المفاجأة. ان رغبته القلبية انه يرى المسيح او على صح عطشه الداخلي. اراد ان يرتوي بالمسيح. بس بالرؤية. انه يشوفه كده بس. يمر المسيح يتوقف عند الشجرة. كانت شجرة جميز. وينادي على زكا المستخب في فروع الشجرة. ينادي عليه باسمه. يا زكا اسرع وانزل. وارجوك ايها الحبيب ان تتخيل مشاعر زكا في هذه اللحظة. واحد عطشان. فلوسه لم ترويه. لم تشبعه. لم تطمئنه. نزل من على الشجرة. والشجرة هنا رمز للصليب. لان الصليب كان من خشب الشجر. فكأنه تقابل مع المسيح عند الصليب. وينزل زكا يقابل المسيح. والاول مرة. وجها لوجه. وعنيه. تيجي في عنين المسيح. في هذه اللحظة يا احبائي. نسى كل شيء. وترك كل شيء. واكتشف ما الحياة الذي يرويه ويشبعه ويفرحه. يوم يعمل ايه زكا? يقول له كده يا رب. نصف اموالي للمساكين. ادي خمسين في المية. وان كنت قد وشيت باحد. لو كنت ظلمت حد. سوف ارد له اربعة اضعاف. يعني اللي ظلمته في ارش. هرد له اربعة اروش. زكا. مش هيبقى لك حاجة. ده انت هتبقى فقير. قال ده كل ده ما يهمش. المهم ان انا عناية لما جيت. لما جات في عنين المسيح شبعت. وارتويت. وطوبة للجياع والعطاش الى البر. الى المسيح. فانهم يشبعوه. والمسيح يدي له مكافأة كبيرة. يقول له ينبغي ان امكس معك. في بيتك. النهاردة. زكا كان يريد ثواني معدودة ان يرى المسيح. المسيح اخذ هذه الرغبة. وهذا الاشتياق. وحوله الى زيارة كاملة. انه يزور بيت زكا. ويعود وياه. ويمكس معه اليوم كله. ويأكل في بيته. ويبارك هذا البيت. ويبارك اصحابه. ويبارك الشخص. فيتحول زكا الميت في الروح الى انسان حي. عشان كاب نسميه بعد كده. زكا القديس. القديس زكا العشار. واحنا الكنيسة الابطية لنا دير في اريحة. في فلسطين. اسمه دير القديس زكا العشار. ميت في الروح. قام. صحة. وجد ماء الحياة الذي يشبعه ويفرحه. اشتركوا في القناة.